هذا وقد أطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قافلة شاملة محملة بأكثر من 3000 كرتونة مواد غذائية وطنين من اللحوم و3000 من الأخطية بجانب الالاف من قطع الملابس لتوزعها على أهالي محافظة مطروح بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة وعلنت كيانات التحالف عن تضامنها الكامل مع أهالي مطروح المتضررين من موجة الأمطار والسيول مؤكدين على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة الموجة يتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للتقديم الدعم اللازم للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات